السلام الله عليكم ازايكم يا شباب عاملينيه معكم عبداللطيف سعيد واهلا بكم فيديو جديد فيديو النهاردة ان شاء الله هيكون التكملة لشرح برنامج توباز طبعا اه شركة او مجموعة برامج توباز هي الشركة بتقدم لك مجموعة من البرامج مميزة جدا في تحرير الفيديوهات والصور في الفيديو اللي فات اللي هو كان اول سلسلة ان اتكلمت عن برنامج توباز اللي انت من خلاله تقدر ترفع جودة الفيديو الخاص بك عن تريزة كالسناي افتراضا الفيديو بتاعك اه جودة ضعيفة جودة قليلة حجم صغير انت حابب ترفع جودة الفيديو فبالتالي عن تريزة كالسناي تقدر انت ترفع جودة الفيديو وطبعا عشان ترجع للفيديو اللي فات او البلايليست دي هتكون عندك علاء القناة ده الجزء بقى التاني من الفيديو لان كل برنامج منفصل عن التاني ففي الفيديو ده ان شاء الله هشرح لك برنامج توباز فوتوز اي اي اللي انت من خلاله تقدر ان انت ترفع جودة الصور عن طريق زكاء الاصناعي. يعني مثلا لو عندك صورة جودتها يعني مقبولة شوية او ضعيفة تقدر ترفع الصور وتوضحها وتحسنها عن طريق زكاء الاصناعي. وطبعا ده النهاردة ان شاء الله هيكون شرحي البرنامج. طبعا البرنامج ده مش مجاني. تمام البرنامج ده مدفوع. وكمان البرنامج ده مش اعلان وانما انا شايف ان البرامج دي مهم ان انا اتكلم عنه فبالتالي بشرح عندي على القناة. ولو انت حابب تحمله بطريقة تانية بقى انت فاهم قصدي براحتك. يعني انت خد اسم البرنامج وعيش انت بقى فاهمني? انت فاهم قصدي ايه يعني? فعمم عن عشان ما اتقولش عليكم نروح بقى دلوقتي للشرح. طبعا بعد ما انا حملت وثبت برنامج توبازل مش محتاجة اصلا ان انا اتكلم عنه. لان تحميله وتثبيته سهل جدا. اه هتلاقي عندك هنا ان زي ما انت شايف اول ما افتح البرنامج ده هيكون عندي الوجهة. طبعا زي ما اتشايف ان هنا عندي يعني بيدينا مجموعة من الخيارات. اول حاجة هي القوائم اللي في الاعلى. لهم مسلا عندك زي الفايل والاديت وخلافه من الكلام ده كله. كل الحاجات دي يعني يعني كل القوائم اللي فوق دي في الاغلب انت مش هتحتاج لها اصلا. تمام? لانها موجودة عندك في الوجهة بتاعة البرنامج. زي الكروب والماسك والفيس وغير من الكلام ده كله. نروح بقى دلوقتي للحاجة اللي قرأها وهو اننا حابب اضيف صورة. تمام? الصورة سيدي اللي انا اضيفها هي صورة التربو ده. زي ما انت شايف صورة التربو صورة صغيرة جدا. خلينا نشوف حجمها. افتراضا الحجم بتاعها سبعمائة تسعة وتمانين كيلو بايت حجم ضعيف جدا. المقاس بتاعها الف اربعة وعشرين في ستة مئة واربعين. اه يعني هي بالبيكسل وخلافه. لو انت جيت فتحت الصورة بصت لها عندك ان الصورة تعتبر يعني لو انت جيت تكبرت في تفاصيل كتير جدا منها بتروح زي ما انت شايف. بص التفاصيل عاملة ازاي? كلها يعني كلها رايحة اصلا. اه مبكسلة وضعيفة وسيئة. طب انت بقى حابب ترفع جودة الصورة دي. باختصار شديد تيجي على البرنامج ده. تيجي هنا عندك على اللي هو وتختار عندك الصورة اللي انت حابب تحطها افتراضا الصورة دي. هنا تقدر ان انت بقى تبتدي ان انت تشتغل على الفيديو. اه على على الصورة. بس افترنت تحط الصورة هو بيعمل حاجة هنا اسمها ايه? يعني معالجة للصورة. فاهمني هنا هو يعني هو هنا دلوقتي بيعالج الصورة على اساس ان هو يحسنها لك. على اساس ان هو يخليها لك اكبر اربع مرات. لو انت جيت هنا عندك تقدر انت تكبرها مرتين اربع مرات او الماكس. فاهمني يعني تقدر تخلي الصورة عملاقة او كبيرة اللي هي ستتلاف مئة اربعة واربعين في تلتمية وتمانين اه في تلتتلاف تومنمائة واربعين. مش عارف ده الصراحة ادي ايه يعني تمام بس انت شايف الحجم ادي ايه? الحجم جبار جدا حجم كبير جدا الصورة. فعموما يعني خلينا على عشان برضو اديك اقصى حاجة اللي هي ست مرات. تماما عندك مرتين اكبر مرتين اكبر اربع مرات اكبر ست مرات. فانا اخليها عندي ست مرات اللي هي اقصى حاجة. عندك هنا يا سيدي بقى يعني بعد ما اخترت عندك هنا بص زي ما تشايف مسافة من راحة الصورة الصورة الت Journal بتتتعالج بشكل الوحده. يعني لو انت شوفت هنا عتلاقي عندك الصورة اللي على اليسار دي الصورة الصورة الاسور انت شايف الصورة على اليسار انت كان تكبر البرنامج شوية شايف انت الصورة اللي عندك على اليسار عاملة ازاي? حتى الكتابة هنا مش واضحة اصلا. في المن العكتابة بتاعت الحزام ده. مش واضح. تيجي هنا عندك على اليمين، بص الصورة بقدت واضحة وبشكلها اجمل واوضح بكتير جدا ولا مكبر ست مرات حجم الصورة الاصلي فانت شايف عندك التفاصيل بقت عاملة ازاي? حتى القطع نفسه اللي هو في البتاع باين دلوقتي. اللي هو في نفسه القطع نفسه بقى باين. عندك هنا اللي هو مروحة تيربوبص عاملة ازاي? بقت واضحة جدا زي ما انت شايف. كل دانيا لسه يا دوبك بقول بسم الله. طيب يعني نيجي بقى دلوقتي اللي بعده. هتلاقي عندك هنا في هنا بيديك مودلز. عندك الايه? يعني طبعا هنا بيديك معالجة لسه. كل ما هنا عندك بيحمل كل اما انت تعرف ان هو لسه بيشتغل. عندك ده الاستاندرد او العادي ده المودل الاستاندرد. تمام اللي هو بيديك اللي هو الافتراضي. اللي هو يعني بيرفع لك الجودة بتاعت الصورة تمام بيديك اللي هو الاعلى او اللي هو الوقعية بالزيادة يعني. تمام لو انت جيت بسيت بص. هتلاقي حتى انت تقدر تعرف تميز من وغيره. عن طريق اللي هو الايه? هنا هو. عن طريق الحزام ده مسلا في بعض التفاصيل في كل صورة تقدر ان انت اتميز ما بينهم اني الاحسن. مسلا افتراضي انت شايف ان الاستاندرد كويس جدا. لو اني جيت هنا عندي على هلاقي هلاقي عندي ان الايه ضعيف شوية لانه بيحاول ان هو يدمجلك ما بين الصورة الاصلية والصورة اللي تمها معالجتها عشان يديك افضل وقعية ممكنة. رغم من الاستاندرد كويس جدا. عندك الجرافيكس. اللي هو بيديك زي ما انت شايف. وعندك اللو. انا مسلا افتراضي اللي جيت خليتها انا قللتها. هيديني نعومة. لو جيت زودتها هتلاقي عندك ان هنا زي ما تقول ايه? ان في شوية نويز. لو انا جيت دلوقتي زودتها هتلاقي عندك ان في شوية نويز. بس لو جيت قللتها هتلاقي ان هو بيديك نعومة. او العكس. لا سوري معاليش. هو هنا بيديك او هنا في شوية نويز. لما ارفع هنا بيديني نعومة. سوري هو البلور الخاص بالصورة. افتراضا لو انا جت زودت عندي. بص البلور الخاص بالصورة هي بيعمل ازاي? مرفوع قوي زاد عن اللزوم بتبقى صورة كرتونية قوي. فيفضل ان تتقللها. خليه مسلا عندك على ثانو وتلاتين. كويس. عندك هسيدي هنا بقى الايه? الفيكس. طبعا ده بقى يعني مش يعني انا صراحة جربتها مش شايف لها اي لازمة. لان هو بي يعني بي ايه? يعني حاجات طفيفة قوي اللي بيعملها وكتاجات تكون لها يعني غير ملحوظة اصلا. ففقك منها. عندك هنا ده الموديلز. نيجبا دلوقتي عندي على ده اللي هو دلوقتي بيشل النيز اصلا من على الصورة. لو الصورة بتاعت فيها نويز بيشلها لي. بس طبعا لما بيشلها عن طريق الفلتر ده بتكون شكلها كرتوني قوي. لو انت بص جتلاحظت بص صورة عاملة ازاي هنا هو? كرتوني قوي. لما جتشلتها بص الصورة هترجع واقعية شوية. يعني جت حطتها تاني بص صورة هتكون شكلها كرتوني قوي. فالصراحة يعني لو انت مش هتعمل زوم للصورة فهتكون ممتازة. هيديك اعلى جودة ممكنة. وهتحرفين الصورة هتحس ان هي بص لو انت هتعمل زوم للصورة فاشيلها. فده يرجع لك انت. او لو انت مسلا هتاخد جزء من الصورة. ككروب مسلا. عندك الشاربين. الشاربين ده اللي هو الوضوح. لو انت جيت هنا مسلا عندك على الوضوح. بتقدر حتى تحدد كمان بص يعني افتراضا. انا في جزء حابب ان انا احدد عليه. اللي هو مسلا يكون هنا عندي على المروح فقط بص. طبعا اللي بعمل هنا اللي هو ايه? على السبجكت. السبجكت ده اللي هو بيحدد بشكل تلقائي. السبجكت ده بشكل تلقائي او انت ممكن تحدد عليه. يعني انت عندك هنا مسلا يعني يعني لنا نفترض ان في مسلا اللي هو اللي ايه? الفورشة دي تقدر انت تحدد على السبجكت اللي انت عايزه. عند طريق زكايي اللي صناعيه هو بيعرف السبجكت اللي انت عريضه ايه? عشان يقدر ان هو يضيف لك الفلتر فقط على ده. لو انت حبيه. تمام? يعني ده يرجع لك انت انت تقدر تحدد على الشيء اللي انت عايزه. تمام? على شاشة انت تحدد عليه يعني وتعدل عليه هو فقط? ولا لا? او سركة كل. فهو البرنامج بيديك الميزة دي كمان. ان انت تقدر هنا ترفع الايه? انت تقدر ترفع. تمام? وطبعا ان تقدر تتحكم في مثلا تخليه قوي بالمنظر ده. طبعا لو كان قوي جدا بص هيبقى شكله سيء جدا الصراحة. يعني انا شايف ان هو بيدي له وضوح زيادة عن اللزوم. الوضوح ده احيانا بيقلم معك بعكسة وممكن ما يكونش واضح في الشاشة. بس حتى شايف الانعكاس تقريبا بتاع التربو ذات نفسه بص يعني هنا مش هتلاق مش هتشوف اي انعكاس. هنا بتشوف انعكاس ان فيه زي ما تقول اللي هو ايه شاطئ او يعني تشوف بحر قدامك. فمن قوة البرنامج. فهنا بيديك مقارنة بقى ما بين دا وده شوف الجودة هنا عاملة ازاي وشوف الجودة هنا عاملة ازاي. فقدر ان انا دلوقتي اعمل وحط هنا عندي افتراضا مسلا نقول براوز وحط هنا عندي في الديسكتوب. وطبعا اقول له ان انا عايز جي بي جي. وبعد كده اقول له انتظر لحد ما يخرج الصورة معي. الصورة طلع يعني طبعا طلع بستة الاف مية اربعة واربعين الف. الصورة فين? تعال دلوقتي نشوف الصورة تحافظت فين. هي دي. بص ده مقارنة ما بين الصورة اللي طلعت. يعني خلينا اعمل مقارنة دلوقتي نحط الصورة دي على جنب. ونروح على الصورة التانية. اللي هي الصورة الصغيرة. لا دي الصورة ذات الجودة العالية. اه سوري معلش. مفروض الصورة دي هي الصغيرة. بص دي الصورة المفروض اللي هي الاصلية. ودي الصورة اللي انا رفعت الجودة بتاعتها. بص عاملة ازاي? بص حرفين الشكل عامل ازاي? وضوح تام. والجميل البرنامج ده احترافي. بص حتى الانعكاس. بص ان انت بجد تكون منبهر. والصرة دي بص بس عندك في الخلف بص عامل ازاي? مفيش اي تفاصيل تعتبر هنا فيه تفاصيل شوية. الالوان كمان صراحة زيادة بشكل جميل قوي. تمام زي ما انت شايف? فهو هنا ضف لك تفاصيل مش موجودة اصلا في الصورة الاصلية بص. فالبرنامج ده ممتاز عكس اي موقع زكاية صناعية صراحة استقديمته قبل كده. وبس خلاص ده كان شرح البرنامج. واستعراضه لكم. فلو عاجبك الفيديو ما تنساش بقى ان انت تشتلك في القناة وتفعل الجرس. وتنساش بقى ان انت تعمل شير الفيديو لان خير الناس انفع للناس وانتظروني بازن الله تكملة في السلسلة دي هستعرض لكم برنامج اخر من نفس الشركة. آآ بيقدم وظيف اخرى. تمام? وهما تقريبا بقى ايه ترات اربع برامج يعني على حد علمي. هستعرضهم لكم ان شاء الله. وتشوف بقى اي برنامج انسب ليك وتستخدمه. وزي ما قلت لك البرامج دي مش مجانية. آآ البرامج دي مدفوعة. ولكن تقدر بقى ان انت تحمله بطريقتك انت. تفهموا عصدي بقى. يلا. السلام عليكم.